جماعة زي ما نعرف إلى الآن أفعال وقرارات الفيدرال الأمريكي تأثر على سوق الكريبتو بشكل كبير جدا وإذا إحنا قادرين أن نتوقع إيش اللي راح يعمل الفيدرال الأمريكي فهذا راح يكون شيء جيد جدا في صالحنا وراح نقدر نتخذ قرارات مالية جيدة راح أوريكم اليوم أداة تساعدنا نفهم إيش اللي راح يعمل الفيدرال الأمريكي لأنه هذا يورينا التضخم قبل الإعلان عن معدل التضخم نفسه بعد اجتماع الفيدرال الأمريكي وزي ما إحنا عارفين أن هذا الاجتماع راح يحصل في تاريخ 13 أكتوبر فهذا معناته أنه في هذا الأسبوع راح تطلع بيانات التضخم وربما هذا هنا يعطينا تلميح الآن عن إيش اللي راح يحصل وكيف راح تكون ردة فعل السوق فخليكم معايا يا جماعة راح أوريكم هذا الشيء راح أتكلم عن البيتكوين على الفريمات القصيرة والفريمات الطويلة وكل الأشياء اللي لازم تعرفها عن الأسواق حاليا مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور قدم لكم فيديوهات تعانى لعملتر رقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا انتجد على هذه القناة سواء سبسكرايب وفعل الجرس الآن طيب خلونا ندخل هنا مباشرة ما في أشياء كثيرة تغيرت استراتيجتي لسه زي ما هي تداول هذه التقلبات هنا تداول هذه الحركات الجانبية عن طريق البوتس لسه ما أعتقد أنه راح نحصل على حركات وارتفاعات قوية للأعلى الآن أعتقد أنه بشكل عام راح نظل ماشيين بشكل جانبي راح نشكل هذه النطاقات واعتقد أنه لازم نركز هنا على هذا النموذج هذا النموذج الجماعة قاعد يتشكل لمدة 133 يوم إلى الآن فهذا معناته يعني أربعة أشهر شيء جنوني تماما فهذا شيء أكيد راح نظل نتابعه تقدروا تشوفوا جماعة أنه حاولنا نكسر خط المقاومة من هذا النموذج هنا عدة مرات وهذا أعطانا تلميح رائع جدا في المرة السابقة لما كنا نرتفع هنا الأعلى إلى هذا الخط تكلمت عن هذا الشيء ونشوف أنه بالفعل حصلنا على مقاومة من عند هذا المستوى ومن هذه النقطة اتجهنا للأسفل طيب وحاليا تقدروا تشوفوا يا جماعة أنه عندنا خط الدعم هنا من هذا المثلث حاليا عند 18300 دولار وكمان عندنا هنا على هذا التشارت خط الدعم هذا الخط البرتقالي عند 18900 دولار وكمان في الأسفل هنا تقدروا تشوفوا أنه في عندنا خط الدعم هذا هنا الخط البرتقالي خط دعم قوي عند 18000 دولار فهذه هنا يا جماعة المستويات على المدى القصير اللي لازم الواحد يكون منتبه عليها أنا أتكلم عن هذه المستويات علشان تكون عارف أنه إذا هبطنا أو إذا ارتفعنا فراح يكون في مقاومة أو دعم عند هذه المناطق طيب ولكن هل في شيء الآن يقلنا أو يعطينا احتمالية أنه ممكن نكسر هذا الخط خط المقاومة هنا للأعلى أول شيء خلوني أوريكم الأسواق التقليدية الأسواق التقليدية الآن شكلها مش جيد جدا بعد ما حصلنا على الارتفاع هذا من عند هذا الخط الحاسم الخط البرتقال هنا في الأسفل بعد ما حصلنا على هذا الارتفاع للأعلى حصلنا على مقاومة وبدأنا بالهبوط والآن نوشك على الوصول إلى هذا الخط نفسه مرة أخرى فهذا الشيء ما يعطي ثقة في السوق هنا أنه إحنا الآن على وشك إعادة اختبار خط الدعم المهم هذا هنا في الأسواق التقليدية وإحنا عرفين أنه هذه الأسواق هنا رح تفتح اليوم في المساء فيعني إذا فتحنا اليوم بالمساء وعدنا اختبار هذا الخط هنا في الأسفل فتوقع أن البيتكوين رح يحصل على هبوط ولكن أنا لسه متوقع أن هذا الخط هنا رح يكون خط دعم للأسواق التقليدية ولكن كالعادة إذا استمر ضرب المستوى هنا هذا كمستوى دعم فكل مرة أكيد رح يكون أضعف من المرة السابقة طيب الآن خلونا نتكلم عن هذا الشيء هنا في تاريخ 13 يعني رح يكون يوم الخميس رح يتم الإعلان عن معدل التضخم والتوقع الآن أنه رح نحصل معدل التضخم على 6.5 هنا في الكور انفليشن والسابق كان 6.3 فمعناته أنه رح يرتفع التضخم هنا في الكور انفليشن وبالنسبة للتضخم العادي الريجولور انفليشن فمتوقع أنه رح نهبط هنا وإذا ما تعرف إيش الفرق بين الانفليشن العادي والكور انفليشن فالكور انفليشن يقياس كل الأشياء ما عدا قطاع الطاقة وقطاع الأكل فيعني الكور انفليشن قياس كل الأشياء ما عدا هذول القطاعين وبالنسبة للتضخم العادي فكل القطاعات تنحزب ولكن الفيدر الأمريكي يركز بشكل كبير على هذا هنا على الكور انفليشن وزي ما تشوفوا هنا الإجماع أنه رح يرتفع أكثر من السابق طيب فإيش اللي ممكن يتوقعوا الآن؟ خلونا نروح هنا إلى هذا اليتشارت هذا هنا بصراحة موقع متير الاهتمام هذا هنا يورينا بيانات التضخم اللي تنحزب بنفس الوقت طيب كيف تقلص التضخم؟ تأخذ هنا عدة منتجات تقدر تنزل هنا تحت تقدر تشوف التعليم والملابس وبقية هذه الأشياء هنا فتقيس هذه الأسعار مقارنة بالسنة الماضية وبالتالي يطلع معاك معدل هذا التضخم يعني كم ارتفع السعر مقارنة بالسنة الماضية طيب وتقدر تشوف يا جماعة أنه وفقا لهذا المؤشر هنا وهذا هنا يجمع البيانات بنفس الوقت الآن يعني يوم ورا يوم هذه البيانات هنا تتجمع من آلاف البعائعين ويتم مقارنتها بالسنة الماضية واللي نقدر نشوفه هنا أنه في الحقيقة على ما يبدو أنه التضخم الآن في حالة هبوط خلونا نشوف هنا الشهر سبتمبر لأنه معدل التضخم اللي رح يطلع بعد كم يوم رح يكون لشهر سبتمبر نشوف أنه هنا في بداية سبتمبر كان المعدل هنا 8.8 وفي نهاية سبتمبر 8.5 فيعني أنه حصل الهبوط صغير هنا اعتمادا على هذه البيانات اللي تورينا البيانات بشكل مباشر طيب وشيء المثل للإتمام خلونا نشوف كم دقة هذا المؤشر هنا طيب خلونا نشوف على بيانات أغسطس اللي طلعت في شهر سبتمبر أكيد وإحنا عارفين أنه في شهر سبتمبر طلع معدل تضخم أغسطس أكثر من المتوقع يعني لما أعلنوا عن بيانات التضخم لشهر أغسطس في شهر سبتمبر كانت أعلى من الشهر السابق ولكن هذا هنا المؤشر كان يقول أو كان يتوقع أنه المفروض أنه التضخم يقل تقدروا تشوفه هنا أنه في بداية شهر أغسطس كان 9.8 وهنا في نهاية شهر أغسطس كان 8.86% ولكن هذا المؤشر هنا بشكل عامي يقول لنا ويوضحنا أنه من شهر ستة اللي هو يعني من نصف السنة المفترض أنه التضخم يكون في حالة هبوط من ذاك الوقت أو من ذاك الشهر ولكن وفقا للتقارير الرسمية اللي تطلع لنا هنا من الفيدرال الأمريكي نشوف أنه ما في هبوط مهم حصل هنا في معدل التضخم فيعني ممكن يكون هنا فيه شوية تأخر على ما نعرف هنا أنه البيانات أو المنتجات اللي يقسوها هي قياسات ومنتجات صحيحة جدا فربما أنه هنا فيه شوية تأخر وربما أنه التقارير القادم تقارير التضخم القادم راح يكون أقل بكثير من المتوقع وبالتالي أكيد هذا راح يقود إلى ارتفاع رائع جدا وهذا الارتفاع ممكن يأخذنا هنا فوق هذا الخط البني ولكن ما أعتقد يا جماعة أنه إحنا راح نكسر هذا خط المقاومة الهابط من هذا المثلث بشكل سهل جدا فأتأكدوا يا جماعة أنه تكونوا مركزين على هذا الشيء هنا إذا طلعت البيانات والمؤدلات هنا بشكل إيجابي فاعتمادا على فين راح نكون هنا في هذه المنطقة هذا راح يظل ورح يكون مستوى مقاومة قوي جدا لأنه زي ما تكلمنا يا جماعة في السابق أنه مش فقط عندنا خط المقاومة هذا هنا الهابط من هذا المثلث ولكن كمان عندنا تجمع مقاومة قوي جدا هنا من خطوط الموفينج أفرجس فما أعتقد أنه إحنا راح نكسر هذه المنطقة هنا بكل سهولة إذا حصلنا على معدل تضخم إيجابي ولكن إذا حصلنا على معدل تضخم سلبي فأكيد هذا معناته أنه لازم نشوف هنا للجهة السفلية وهذا معناته أنه في عندنا خط الدعم هنا عند 18300 دولار من مستوى الدعم هذا هنا طيب ولرحامل يا جماعة تقدروا تبحثوا عن هذا الموقع تقدروا تكتبوا وهذا راح يأخذكم إلى هذا الموقع حين وتقدروا بعدها تشوفوا على كل هذه القطاعات وتقدروا تشوفوا أي قطاع قاعد يرتفع أكيد الخدمات وقطاع الطاقة في ارتفاع فتقدروا جماعة تشيكوا على هذا بنفسكم وتقدروا تشوفوا كل هذه القطاعات وتقدروا تعمل تقييم بنفسكم هل تعتقدوا أنه المعدل راح يرتفع أو راح ينقص في عندكم كل البيانات ولكن اللي عليكم يا جماعة أنه تعرفوا أنه هذا هنا متوقع أنه راح نحصل على هبوط في معدل تضخم هنا أكثر من اللي قاعدين نحصل عليه من تقارير الفيدرال الأمريكي هذه التقارير الرسمية فأخلوا هذا شيء في بالكم لأنه في المرة السابقة لما طلع معدل تضخم ما كان في أي تأثير من هذا المؤشر هنا فكل واحد يعمل تقييمه ولكن أكيد هذا ممكن كمان يكون فرصة تداول جيدة ولكن أهم شيء خليك مركز على هذه المستوات هنا يتكلمت عنها مستوات المقامة لأنه هذه أكيد راح تكون مستويات محترمة اعتمادا على اللي راح يطلع هنا كمان وبالنسبة لي البوط هنا يعمل اللي عليهم قاعدين يتداولوا هذه التقلبات هذه الحركة الجانبية بشكل جيد جدا إذا عايز تسجل في الأوكي اكس في عندنا الآن ومسابقة تداول جارية تقدر تسجل هنا وتحصل على كمان بونس ما يصل إلى 10 ألف دولار عن طريق تسجيل من هذا الرابط وبعد كده تقدر تنضم إلى المسابقة اللي راح يحصل فيها أول خمسة متداولين على جوائز حصرية جدا وفي هنا كمان هذا الرابط اللي يوريكم لائحة المتداولين ومين هم أفضل المتداولين حاليا طيب جماعة هذا كان كل شيء أعاد لكم اليوم متوفق لجميع وأشوفكم في الفيديو القادم